ماذا يعني التهديد الروسي بالتشويش فوق البحر المتوسط العلاقات الروسية الاسرائيلية في اسوأ حالتها فما الذي جرى وما قصة الطائرة الروسية نمر واحد في هذا التحليل ماذا حدث اللي حصل ان في طيارة عسكرية روسية طائرة استطلاع العشرين الطائرة دي مشت بعد كده على ارتفاع مخافض علشان هتبدأ الهبوط وهي على بعد سبع وعشرين كيلو غرب بنياس وتستعد للهبوط تم اسقطها بصواريخ الدفاع الجوي السورية طيب هل سوريا اللي اسقطت هذه الطائرة اول كلام الاسرائيليين قالوه ان سوريا اللي اسقطت واول كلام السوريين قالوه ان اسرائيل هي التي اسقطت او هي اللي وراء عملية الاسقاط اللي حصل بالضبط ان الطائرة الروسية اللي فيها 15 مخابرات عسكرية روسية بعد جولة في غرب سوريا وجولة في شرق البحر متوسط بتستعد للهبوط ففي طيارات مقاتلة اسرائيلية جات فوق الطائرة الروسية يعني غطت نفسها من الطائرة الروسية بقتها اللي تحت بحيث انها تستفز الدفاعات الجوية الاسرائيلية فلما تطلع صواريخ من سوريا اول طيارة هي قبلة الطائرة الروسية تكون بقى هربت الطائرات الاسرائيلية يعني ثلاث مستويات حضرتكم نتكلم على مستوى الارضي بعد كده المستوى لو احنا قلنا قادي القاعدة الارضية في هذا الاتجاه يبقى قادي هنا المستوى الارضي قادي الارض السورية هم هنا الطائرة جاية من البحر متوسط من هذه الناحية جاية على سوريا فالطائرة لو احنا قلنا شكل اخر يعني هي ماشية بتنزل تدريجيا تدريجيا عشان تنزل هنا غرب سوريا اثناء المزول حصل عملية الاسقاط الاسقاط ازاي لو قلنا ده بقى ثلاث مستويات ادي مستوى دي الارض هنا الطائرة الروسية وهنا الطائرة او الطائرات الاسرائيلية خدت برحة داتك يعني هنا الطائرات الاسرائيلية ظهرت تم التقطها هنا فالدفاع الجوي جا يضرب الطائرات الاسرائيلية مثلا هي جاية من هذا الاتجاه فالدفاع الجوي هيضرب الطائرة الاسرائيلية اللي هي هنا جات هي ماشية مغطية نفسها بالطائرة اللي تحتها اللي هي الطائرة ال-20 فالدفاع الجوي بدل ما يضرب الطائرة الاسرائيلية غتلع عشانها ضرب الطائرة الروسية اللي هي ال-20 الرأي الروسي ان الطائرة الروسية ضربت بتواطئ او بترتيب او بمؤامرة اسرائيلية هم الاسرائيليين اللي هم عملوا هذه المناورة وهذا التضليل التضليل تعبير روسي بحيث انه هم لما الصاروخ الدفاع الجوي يطلع ميطلعش عالتان تكون اصلا دي عدت تطلع على اول طائرة قدامها اللي هي الطائرة الروسية التي تم اسقاطها هذا ما حدث يبقى اذا 27 كيلو غرب مدينة بنياس تم اسقاط الطائرة اللي هي كانت خلاص بدأت تنزل وتستعد للهبوط ورأي روسيا ان اسرائيل وراء الحادث نمر اتنين ما هي رؤية اسرائيل اسرائيل بتقول ما لناش علاقة بعت وقائد سلاح الجو الاسرائيلي الرئيس بوتين رفض ان هو يقابله انما قاعد مع القادة العسكريين في الجيش الروسي انما المفاجأة ان الجيش الروسي لم يقتنع بكلام الاسرائيليين وشاف ان اللي حصل ده فيه تضليل والكلام اللي قال وقائد سلاح الجو الاسرائيلي كلام غير مقنعة اسرائيل قالت احنا بلغنا قبل الحادث وقلنا احنا هنطير وهنتواجد فوق سوريا انما الروس بيقولوا ان قالوا النا قبلها بدقيقة وقالوا ان هيكونوا في الشمال لكن هم ظهروا في الغرب وان فيه عملية تضليل عمدية وان اسرائيل تعتبر هي المسؤولة عن اسقاط الطائرة الروسية نمر ثلاثة ما هي رؤية روسيا روسيا زي ما قلت لحضراتكو شايفة ان اسرائيل وراء الموضوع وبالتالي هتاخد موقف نمر واحد وده اخطر شيء ان صواريخ الدفاع الجوي اس تلتمية كانت سوريا طلبها من زمان انما روسيا لم تعطيها لسوريا دلوقتي صواريخ الدفاع الجوي الروسية القوية اس تلتمية هتروح روسيا وده معناه خطر كبير جدا على سلاح الجو الاسرائيلي مش هيقدر سلاح الجو الاسرائيلي يمشي في اجواء سوريا كما كان يمشي من قبل لان تستطيع الطائرات ان تطير كما طارت من قبل خلاص في دفاع جوي قوي في صواريخ اس تلتمية ممكن تلاحق اي طائرة مقاتلة اسرائيلية وده يعتبر تهديد كبير من الدفاع الجوي السوري الى قوات الجوية او سلاح الجو الاسرائيلي نمرة اتنين روسيا بينها وبين اسرائيلي علاقات قوية منها الغاء التأشيرات يعني اسرائيليين يروحوا روسيا من غير فيزا والروس بروحوا اسرائيلي من غير فيزا في اتجاه لالغاء هذا الامر نمرة ثلاثة في اتجاه لخفض العلاقات ووقف المشاورات او المحادثات مع بنيمين نتنياهو نمرة اربعة روسيا تفاجئ امريكا واسرائيل بقرار التشويش ايه هو بقى قرار التشويش يعني اذا فيه قرارين في منتهى الخطورة عسكريا القرار الاولاني ان اس 300 هتروح لسوريا وده معناه خطر على الطيران الاسرائيلي والامريكي والاوروبي كله انما نمرة اتنين روسيا قالت احنا هنشوش على اي طيارة تظهر شرق المتوسط اي طيارة يتيجي من طائرات امريكا بريطانيا فرنسا النيتو اسرائيل ايا كانت الطيارة هنشوش التشويش معناه ايه اللي قال الوزير الدفاع الروسي وهنسمعه بعدها قليل انها هيقطع الاتصالات بالاكمار الصناعية لو الطيارة ملاحيا قطع الاتصال بالاكمار الصناعية وتم وقف عمل الرادارات اصبحت الطيارة مشية بدون ما تبصر او طرى ما الذي يجري على الارض في هذه الحالة فيه بقى صواريخ اس 300 جاهزة يبقى انت عندك صواريخ اس 300 على الارض وعندك قطع وسائل الاتصال بالاكمار الصناعية في الجو بالنسبة للطيران المعادي يبقى في هذه الحالة لو امريكا عايزة تقصف بطائرات من البحر المتوسط او فرنسا او بريطانيا او اسرائيل مش هتقدر نتيجة اس 300 على الارض ونتيجة التشويش الروسي الذي سيبدأ فورا فوق الاراضي السورية زي ما قال الروس يبقى ده القرار الخطير وده شرحه وتفسيره ان التشويش معناه قطع الاتصال بالاكمار الصناعية ان رادارات تتعطل ان ما فيش رؤية لهذه الطائرات اثناء قصف سوريا في نفس الوقت هيكون طائرات هيكون صواريخ اس 300 واقفة للطائرات المعادية نمرة خمسة ما هو رد فعل اسرائيل على التشويش اسرائيل في قلق شديد ها آردس الاسرائيلية بتقول انه بوتين يقص اجنحة اسرائيل وانه دلوقتي منع الطيران فوق سوريا لو استمر اكتر من اسبوه يبقى مشكلة كبيرة انما لو اتجه بوتين الى هذا الموقف المستمر وانه هو كده سلاح الجو الاسرائيلي ما يقدرش يوصل يبقى بوتين نجحة في انه هو يقص اجنحة اسرائيل وانه هو يحجم عمل سلاح الجو الاسرائيلي انما اسرائيل تأمل ان ده ما يحصلش وكده في احباط عسكري في اسرائيل ام بكده في طيارة F-16 اسقصات الدفاعات الجوية السورية دلوقتي الروس دخلوا اما بS300 واما بالتشويش وبالتالي بقى موقف سلاح الجو الاسرائيلي يضعف يوما بعد يوم وبالتالي كده في حالة من الاحباط النفسي في الاوسط العسكرية الاسرائيلية نتيجة تراجع اداء سلاح الجو الاسرائيلي او التحجيم اللي الروس هيبدأوه ازاء سلاح الجو الاسرائيلي النقطة السادسة والاخيرة ما هو اخطر شيء في ازمة الطائرة الـ 20 ايه اخطر حاجة في كل هذه القضية اخطر حاجة هي السياسة مش السلاح هو عدم الثقة اللي بقى بين روسيا واسرائيل فقدان روسيا الثقة تجاه اسرائيل حضرتكم الاتحاد السوفيتي اول دولة في العالم تعترف باسرائيل سنة 48 1948 اول دولة في العالم تعترف باسرائيل كدولة الاتحاد السوفيتي انما بعد كده في سبعة وستين السوفيت تقالب الاسرائيليين يوقفوا حرب سبعة وستين مع باروش السوفيت وبدأت ازمة ثقة ثم قطع علاقات بين موسكو وبين اسرائيل وهذه الازمة استمرت لها سنة 91 اللي هو اواخل الاتحاد السوفيتي رجعوا العلاقات بس اصلا بعد كده سقط الاتحاد السوفيتي انما روسيا مؤخرا بدأت تشك كتير جدا في نواي اسرائيل تجاهها طبعا اسرائيل حليف استراتيجي لامريكا لكن دائما كان بطراعي روسيا وبتخاف من روسيا وتعمل حساب كبير جدا لروسيا انما دلوقتي الروس شايفين انه هم وقفوا ضدهم في موضوع اوكرانيا وان اسرائيل ادت سلاح لاوكرانيا ضد روسيا وبعدين بعد كده ضربت الطيارة لفاق 15 ضابت مخابرات عسكرية روسية وبالتالي الروس شايفين ان دول ما بقوش يركزوا كتير معانا بدأوا يتحدون في اوكرانيا ويتحدون في سوريا وانه هم رغم ان فيه 2 مليار دولار تبادل تجاري وفيه إلغاء تأشيرات وفيه مليون يهودي من اصل روسيا او سوفيتي رغم كل هذه العلاقات رغم نتنياهو رح كذا مرة الكريم لـ 2018 رغم كل ده الا ان روسيا الان تشعر انها لا يجب ان تثق في اسرائيل ملخص ما فات واحد ماذا حدث طائرة عسكرية روسية تم اسقطها في سوريا الطائرة دي عليها 15 ضابط مخابرات عسكرية روسية نمرأ اتنين رؤية اسرائيل ما عملناش وبعت وقاءة سلاح الجو يشرح ان اسرائيل لم تتورط ثلاثة رؤية روسيا لا اسرائيل عملتها وهنحسبها واول الحساب صواريخ اس 300 لسوريا وهنشوش على اي طيارة تقدم الى سوريا اربعة رد فعل اسرائيل على موضوع التشويش واس 300 لو بوتن استمر كده بيقص اجنحة اسرائيل واسرائيل في خطر خمسة واخيرا ما هو اخطر شيء في ازمة الطائرة العشرين فقدان الثقة ان روسيا لم تعد تثق في اسرائيل وان روسيا قد تحاسب اسرائيل اكثر مما تتوقع اسرائيل اشتركوا في القناة